انا عارف ومتأكد كويس ان هي دي المنحة اللي انتو بتدوروا عليها. لان المنحة دي فيها التخصص اللي بيسأل عليه جميع الطلاب في الفترة الاخيرة. طبعا فيه العديد من المجالات والعديد من التخصصات. ولكن التخصص اللي انتو بتدوروا عليه واللي اسمه هندسة الطيران موجود في المنحة اللي احنا هنشرحها النهاردة. مين اللي قال ان ما فيش تخصص هندسة الطيران وانه نادر. لا التخصص موجود. بس احنا اللي مش بندور. المنحة بتاعت النهاردة حضرتك شفت عنها اعلانات. بس ما شفتش عنها شرح. ولكن ليه قناة دكتور المنح هنا? لان قناة دكتور المنح قناة متميزة زي ما انتم عارفين. وشرح كل المنح بتلاقوه فقط على قناة دكتور المنح بشكل حصري. اللي بيشرح كتير ولكن جودة الشرح هنا بس. المنحة دي هي منحة جامعة كايست اللي بتمكنك من الدراسة في كوريا الجنوبية. المنحة دي بتغطي لك كميع تكاليف الدراسة. وكمان بتوفر لك راتب شهري وبتوفر لك التأمين الصحي. كمان شهادة اللغة الانجليزية مش مطلوبة منك بشكل اكباري. يعني لو حضرتك معك بتقدر ترفقها. لو مش معك مش بترفقها مفيش اي مشكلة اطلاقا. خلال الفيديو بتاعنا هنتعرف على التفاصيل. هنتعرف على المميزات والكليات المتاحة والمستندات المطلوبة. وهنشوف مع بعض شرح طريقة التهديم على المنحة خطوة بخطوة. فلو انت حابت تستفيد من الفيديو فدي حاجة تشرفني تابع الفيديو من البداية للنهاية. ولو عندك اي سؤال او اي صفصار انا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا. ممكن تتفضل تشرفني تسيبه في الكومنتات. وانا احاول ارد عليكم جميعا بقدر الامكان. او ممكن تتوجه لصفحة دكتور المنحة الخاصة بنا على الفيسبوك. وتتواصل عبر رسائل الصفحة مع الفريق الخاص بنا. وهيرد على جميع الاستفسارات بتاعتكم. ليه بقول كده? لان الناس بتتواصل على الواتساب. زي ما بقول في كل فيديو الرقم الخاص بالواتساب ده خاص فقط بفريق التهديمات وهم بيتواصلوا فقط مع الناس اللي بتملأ التهديم من خلال قناة دكتور المنح. وده طبعا بنان على رغبتهم الشخصية. ففريق التهديمات عبر الواتساب بيتواصل معكم. ولكن الاستفسارات حضرتك تقدر تسيبها يما في الكومنتات الخاصة بالفيديوهات اللي بنعملها. او تتفضل تتواصل مع الفريق بتاعنا على صفحة الفيسبوك. اسمه صفحة دكتور المنح ورابط الصفحة بتلاهو موجود في سنده الوصف. اسفل كل فيديو من فيديوهاتنا. خلينا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا. نشوف كل حاجة بالشرح لعمل زي ما احنا ما متعودين. ولكن ما تنساش اللايك الجميل بتاعك. ما تنساش لو مشاركتش في القناة يريد تشترك. ما تنساش انه بالنسبة شهر رمضان ولغاية اخر شهر رمضان الكريم. احنا عاملين عرض على منحة جامعة اسكدار للدراسة في تركيا. ومنحة جامعة لوسيل للدراسة في قطر. ده طبعا هداية من قناة دكتور المنح لكم وزي ما طلبتم ان احنا نعمل خصومات. فاللي حابب يقدم من خلالنا طبعا دي حاجة تشرفنا. وطبعا الفيديوهات مشروحة بالنسبة لمنحة جامعة اسكدار ومنحة جامعة لو يصيل في قطر تقدر تروح وتشوفهم وتقدم بنفسك. ما فيش اي مشكلة اطلاقه. ولكن انا بخاطب الناس اللي حابب تقدم من خلالنا. خيرا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا ونشوف كل حاجة بالشرح العامل. ازيكم يا شباب مرة تانية وزي ما قلنا بنتكلم عن منحة جامعة للدراسة في قريقًا الجنوبية. تفاصيل منحة الدولة المصادفة قولنا قريقًا الجهة المنحة واسم الجامعة المقرر الدراسة باها هي جامعة لو انا مقدم على منحة الحكومة الكورية الجنوبية ينفع اقدر منحة دي طبعا مفيش اي مشكله اطلاقا ينفع تقدم على اي عدد من المنح في نفس الدولة او في دول مختلفة ما فيش اي مشكلة اطلاقا والمنحة اللي ربنا هيكرمك بها وحابب انك انت تكمل فيها لو تقبلت فاكتر من منحة اكمل في منحة المناسبة بالنسبة. تمام? المراحل الدراسية بتقدر تقدمها اللي هتحصل فيها ودرجة علمية هي البطل في تروسالية الدراسة الجماعية. طبعا يمكنежд خاصة جميع الطلاب العرب ان هو ما يقدمون على المنحة دي. وخلي بدك ان المنحة دي تقدر تقدم عليها. لو انت في اخر سنة في السنوية العامة او خلصت السنوية العامة بالفعل. انا في اخر سنة في السنوية العامة هجيب له ازاي شهادة التحارج بيانا الدرجات؟ بكل بساطة بيجي بإثبات انك انت في الصف الثالث السنوي وبين درجات انك انت في الصف الثاني السنوي. تمام دا لو انت لسه في تلتة سنة. ولكن لو انت اصلا خلصت السنوية العامة فالموضوع محلولا انك انت بتقدم Scary Boad درجات السنوية العامة. طبعا لو انت مسلا زي السنوية العامة اللي في مصر فانت بتقدم له بيان درجات اللي هو بيكون اسمها المواد موجودة والدرجات موجودة هي هي شهادة التخارج عشان خاطر ما تطلق بطش بالنسبة للناس اللي في مصر او الناس اللي في الدول التانية اخواتنا العراف الدول التانية اللي النظام عندهم منساوي او بيشبه نظام التعليم في مصر من ناحية اصدار الشهادة. تمام? انا بوضح لان الناس بتسأل فحبيت ان انا اوضح الجزية دي. طبعا شهادة اللغة الانجليزية ليست اكبرية واخر معادلة تديم عن منحة هيكون سبعة وعشرين ما هي عشرين اتنين وعشرين ان شاء الله. هنا في بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تعد من افسك بتقدر تقدم عن طريق اتباع خطوات الشرح التفصيلية بتقدمها لك الدكتور المنح كالعادة. لو عندك الروحة الشخصية انك انت تستفيد من خدماتنا تسوفي التهديم على اي منحة دراسية تدريب تطوع تجهيز المستندات لاي منحة او ترجمة المستندات لاي لغة. كل اللي عليك من حضرتك بتيجي بتضغط هنا على اقدم معنا الان وبتملى وبيتصل معك الفريق بتاعنا او كمان بتلاقي رابط المقال ده برضه موجود في سندوق الوصف لو انت مهتم لك انت طارد تفاصيل منحة للغة العربية. الكليات والتخصصات المتاحة. بتلاقي هنا بالنسبة لكلية الهندسة بتلاقي في هندسة طيران هندسة ميكانيكية كهربائية مدنية علوم الحاسب دي البرامج الموجودة تحت كلية الهندسة. بالنسبة للعلوم الطبيعية دي البرامج الموجودة تحتها. علوم الحياة والهندسة الحيوية. ادارة العمال. كل دي الكليات والبرامج الموجودة تحتها. مميزات المنحة والتوميل بتغطي لها جميع تكاليف الدراسة. يعني الدراسة بتاعتك مجانية. كمال بتوفر لك مصروف شهر. وبتوفر لك التهمين الصحي. اما بالنسبة للمستندات المطلوبة فلازم تملى خاص بالمنحة. وطبعا تملى فقط باللغة الانجليزية. صورة شخصية مطلوبة منك. صورة منجهز السفر مطلوبة منك. صورة منجهز التخرج بين درجات سنوية عامة مطلوبة منك. وبنكرر تاني لو انت في تالت سنوي بتقدم بثبات انك انت في الصف الثالث السنوي وبين درجات الصف الثاني السنوي. كمان طالب منك السيرة الزاتية خطابات التوصية مطلوبة. شهادة ايجادة اللغة الانجليزية ان وجد. انا نسيت ان اكتب لك ان وجد ولكن انا هعدلها واكتب لك ان وجد. تمام? ولما تدخل على ونشوف شرحها مع بعض شهادة اللغة الانجليزية ليست متطلبة ايجباري. طبعا هنا لو انت عايز تشارك بجروباتنا على التليجرام او على القناة بتاعتنا على التليجرام تقدر تشترك هنا برضو لو حابب تقدم من خلالنا المكرر تاني للناس اللي ابتسال ومش عارفت من ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. لما بتضغط عليه بيفتح معك الصفحة الرسمية الخاصة بمنحة جامعة قيس للطلاب الدوليين. حتى هو انا كاتب لك قيس تمام? هتفتح معنا الصفحة زي ما نشوف مع بعض. بتلاقي كل حاجة عن المنحة مكتوبة في الصفحة الخاصة بالمنحة زي ما انت حضرتك هنا شايف. وطبعا هنا خلي بالك معايا من حاجة. مهمة ان هنا بتلاقي او اخر معاد سبعة وعشرين مايو عشرين اتنين وعشرين. تمام? كل حاجة موجودة هنقدمك كل اللي عليك هنا حضرتك البطاطة على وبتقدم على المنحة. هنشوف مع بعض شرحة طريقة التادي ما شرحناه قبل كده. تابع الشرح لو انت حابب تستبيد وتقدم عليك المنحة وما تنساش تدعمنا باللايك. ويلا بينا نشوف الشرح مع بعض. وبتيجي بتضغط على علشان ندخل على مع بعض. هنا فتح معنا اول حاجة في الصفحة الرئاسية اللي انت هتلاقيها قدامك. طبعا هنا المنحة دي بتتكون من سيفن ستيبس. احنا هنمشي دي مع بعض واحدة واحدة وهنعرف هنعمل في كل واحدة ايه. طبعا هنا في اول هو طالب منك انك بتقرأ السياسة او الخصوصية الخاصة بمنحة طبعا هنا انت مطلوب منك انك تعمل على مربع تيجي هنا تعمل على مربع بعد ما بتقرأ الحاجات دي او ممكن تضغط على وبتضغط على وبعد كده بتفتح معنا الصفحة دي هو هنا طالب منك اسمك الرابع واسمك انت وهنا ترفع لهم صورة. بعد كده هنا طالب منك انك تعمل وهنا بتعمل ده. بعد كده هنا بتختار الجنسية بتاعتك بتكتب تاريخ ميلادك بتختار الجندر بتكتب المكان اللي تولدت فيه لو معك بصبور ممكن تكتب الرقم بتاعه هنا لو مش معك خلاص بتسيبه فاضي. وبعد كده هنا طالب منك البوست الادرس بتبدأ تكتب الكود الخاص بيه المنطقة او المدينة اللي انت عيش فيها. بتكتب الايميل بتاعك هنا وبتختار الايميل بتاعك سواء جيميل او ياهو او هوتميل وتفر بتختار بعد كده هنا بتكتب رقم تليفونك وبتكتب رقم تليفون هنا تاني. بعد كده هنا بيقول لك مسلا دخل اسم والدك او والدتك لحالات الطوارئ. فانت هنا مسلا بتكتب اسم والدك بتكتب ان هو فازر اللي هو والد. بعد كده هنا البوست الادرس اللي هو العنوان بتاعه. بعد كده هنا رقم التليفون. بعد كده هنا بيقول لك انت بتكون مهتم بها في الدراسة بتاعتك. بعد كده بتضغل على وبيدخل بعد كده على بعد كده بندخل في الجزء التاني بتاعنا هو هنا اول حاجة طالب منك انت هتدخله معلومات عن المدرسة السنوية بتاعتك. بتيجي هنا بتضغط على وبتبدأ تعمل عن اسم المدرسة السنوية بتاعتك. طبعا انت هنا بتفتح الكونتننت اللي هي القارة. مسلا انا من مصر اختار افريكا. بعد كده هنا هاجي في واختار مسلا الدولة بتاعتي اللي هي مصر. هكتب هنا مسلا ايجيب بتطلق معي مصر. بعد كده هنا بيقول دخل اسم المدرسة بتاعتك بفتح السن بختار اسم المدرسة بتاعتي. لو ما لا تكشي اسم المدرسة بتاعتي هنا انت بتيجي وبتكتب اسم المدرسة بتاعتك هنا. بعد كده بتضغط على بعد كده بتضغط على سيف. بتيجي بعد كده هنا بيقولكLi higher school postal address بتدخل الزيب اكود الخاص بعنوان المدرسة الستي المدينة واللي هو اللي هي الدولة. بعد كده هنا لو في ويب سايت للمدرسة بتاعتك بتكتبه هنا بعد كده هنا بيقول لك او اللي هو يعني لو انت لسه طالب في تالت سنوي وعايز تقدم على لو انت طالب في وعايز تقدم على او لو انت طالب في وعايز تقدم على دكتوراه ولكن انت لسه في المدرسة السنوية مخلصتش وعايز تقدم على او في اخر سنة عايز تقدم على مصدر او في اخر سنة مصدر وعايز تقدم على دكتوراه ايا كانت الحالة بتاعتك هو هنا بيقول لك يعني التاريخ اللي انت متوقع انك تخرج فيه. يعني على سبيل المثال انا مسلا في تالتة سنوية. وعايز اقدم على بكالاريوس. طيب هاجي اكتب هنا ايه في التاريخ? مسلا احنا دلوقتي في سنة عشرين عشرين. يعني مسلا انا اخلص السنوية العامة بتاعتي في شهر ستة او شهر سبعة سنة عشرين واحد وعشرين. باجي هنا بفتح السام بختار مسلا شهر ستة. هنا بفتح السام وبختار مسلا سنة عشرين واحد وعشرين. طبعا انت بتكتب على حسب الحالة بتاعتك. بعد كده هنا بيقول لك انت هنا بتيجي بتكتب اسم الشخص اللي هيكون وصع لك او اللي هو هيكتب له خطاب توصية. هنا بتكتب او اللي هو الوظيفة بتاعته المدينة الايميل بتاعه. بتدخل معلومات عنه. خلي بالك ان الايميل يكون صحيح ورقم التليفون. لان هما هيبعتوله الايميل على الايميل اللي انت دخلته هنا. ويقولوله يكتب لنا خطاب توصية عن الشخص ده. لازم الشخص اللي انت بتكتب اسمه هنا او بتاعك يكون على معرفة انك مقدم على منحة دخلت المعلومات بتاعته. بعد كده هنا بيقول لك الاكاديميكس هو هنا طالب منك ايه? طالب منك انك تيجي هنا بتفتح السهم بتختار مسلا اللي هو اللي هي المدرسة الابتدائية. بيقول لك هنا انت دخلت المدرسة الابتدائية امتى? بطلعت من المدرسة الابتدائية امتى? واسم المدرسة الابتدائية اللي كانت فيها المدرسة دي والسيت اللي هي المدينة هو هناك بيقول لك البريود البريود دي بتلاقيها تكتبت القائب ومجرد ما تختار التاريخ. هنا بتكتب عن المدرسة الابتدائي والعدادي والسنوي. ولو انت طبعا بتقدم على مصر فانت هنا بتيجي بتدخل معلومات عن الفترة بتاعت البكالوريوس بتاعتك. ولو بتقدم على دكتوراه بتدخل هنا والماجستير بالاضافة للمدرسة الابتدائية والعدادية والسنوية. بعد كده هنا بتيجي هو هنا بيقولك جزء الخاص لو انت معاك اي اختبار من دولة فانت طبعا بتيجي بتدخل اللي انت جيبته والتاريخ اللي انت امتحنت فيه الامتحان ده. لو ما عندكش خلاص بتسيبها فاضية. بعد كده هنا بتيجي في الجزء الخاص انت لازم هنا تدخله نشاط واحد على اللي انت عملته. انت بدأت النشاط ده امتى? انهيته امتى? واسم النشاط ومعلومات عن النشاط ده. بعد كده هنا لو انت رحت اتدربت في اي مكان او اتطوعت او اشتغلت. بتيجي وبتكتب هنا من وقل او انه بتكتب اسم المكان اللي انت كنت فيه. والدور بتاعك كان ايه? والطيب اللي هو نوع العمل ده. كانت طوقعي ولا كان مقابل مادي. بعد كده بتضغط على عشان يحفظ لك كل البيانات دي. بعد كده بتضغط على بعد كده هنا بنيجي في هو ده جزء خاص بايه? خاص بامتحانات او 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 لو انت معاك امتحان من دولة فانت طبعا بتيجي هنا بتختار مسلا او لو مش معاك بتختار لو عايز تسيبهم فاضين ممكن تسيبهم فاضين. لو عندك اي امتحان من دولة طبعا بعد ما بتختار بتيجي هنا بتضغط على بتبدأ تعمل للنتيجة بتاعتك. بعد كده هنا بيسألك على لو انت عندك او اللي هو لو انت امتحانت مسلا اي امتحان خاص بتسجيلك في الجامعة دي بتبدأ تدخله هنا. لو ما امتحانتش خلاص انت بتسيبها فاضية وبتيجي هنا وبعد كده بتيجي هنا لو انت ما عندكش الحاجات دي خالص فانت بتيجي بتعمل تشك على المربع ده وبتضغط على وبعد كده بتضغط على بعد كده بنيجي في في بتاعنا هو هنا بالنسبة الحاجات اللي انت حصلت عليها الجواز اللي انت حصلت عليها او اللي انت عملتها بتبدأ تدخل معلومات عنها هنا زي ما انت شايف كده. بتملأ لو انت مسلا عندك واحدة بتقدخلها هنا. لو عندك اتنين تلاتة وتبهر العدد اللي عندك بتبدأ تدخلهم هنا. بعد ما بتخلص بتعمل مسلا علشان خاطر ترفع اللي هو خاص بالانجاز اللي انت عملته. بعد كده بتضغط على بعد كده بعد كده بنيجي في بتاعنا ده الجزء الخاص يعني مسلا هو هنا طالب منك انك تكتب ده بيتكون مسلا من الفين حرف او تلتمية كلمة. هو مسلا هنا بيقول لك ايه اكتب لي بتتكلم فيه عن بتاعك الحلم بتاعك. المجهودات اللي انت عملتها علشان خاطر تحقق الحلم ده بتاعتك. بتبدأ تكتب هنا. طبعا هنا بيكون طالب منك تاني وطالب منك تالت ورابع وخامس. انت طبعا بتبدأ تدخل وبتكتب عن دي كلها. لان هو هنا ببساطة كتب لك. دي يعني الجزء ده مهم. وجزء ده لازم تملا. ومعظم المنح طبعا بتعتمد على الاستيز لان هو من خلال الاستيز ده بيعرف شخصيتك وبيعرف انت عايز ايه. بعد ما بتخلص كل ده بتيجي هنا بتعمل على المربع ده وبتعمل على المربع ده بعد كده بتضغط على وأنا وبعد كده بتضغط على بعد كده بنيجي في رقم ستة وبتاعنا وركز في الجزء ده. طبعا انت عايز تاخد منحة من جامعة قايت. فانت هنا بتيجي بتعمل تشك على المربع الخاص بقايت. وانا بتعمل تشك على المربع اللي هو بتاع والمربع اللي هو خاص بعد كده انت بتيجي هنا لو فيه اي من دولا انت بتبدأ تختارها. بعد كده بتضغط على بعد كده خلاص انت ملايات بتاعك هو هنا طالب منك انك تدفع فيه اللي هي رسوم بعد ما بتدفع رسوم بتاعك هو هنا طبعا بيبدأ يدي لك اللي انت هتبدأ ترفع في كل واحدة منها لاوراق المطلوبة. زي مسلا صورة من جهاز السفر الصورة الشخصية. زي مسلا الحاجات الخاصة بالشهادات بتاعة البكالوريوس او المصر او الدكتوراه. يعني مسلا لو انت جيت هنا عند ضغطت عليها. هو هنا بيقول لك في طبعا انا بشرح لك الفيديو ما دفعتش طبعا فيه. علشان الخاطر كده مش هيرضى يدخلني على المرحلة البعضة كده. بمجرد ما بتدفع خلاص انت بترفع كل الاوراق بتاعتك. بعد كده بتعمل سبب متل بتاعك. وبكده انت تكون قدمت على المنحة دي. تستنى النتيجة وان شاء الله تيجي لك النتيجة بالقبول. اتمنى ان الشرح كان واضح وصريح وان كل اللي شاف الفيديو يكون استفاد ويقدم على المنحة. ياريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سابسكرا واشتراك في القناة وتفعل الجرس. عشان تتابع معنا كل ما يخص المنح. وشكرا.